اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمتطلبات لأداء هذه الفريضة نسأل الله العلي القدير ان يكتب لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وان يعيدهم الى ديارهم سالمين غانمين تم دعم كلفة الحج لهذه السنة بمقدار 39 مليار دينار من موازنة هيئة الحج وهذا شكل واضح من اشكال الدعم الدولة ومؤسساتها للمواطن كذلك تم بالاضافة لذلك بناء مدينة للحجاج والمعتمرين ولأول مرة عن طريق احد المتبرعين والهيئة والمحافظة محافظة الانبار وفرولة ومحافظة كربلاء وفرولة كل المتطلبات على طريق الحج البري لتخفيف عن مشاق السفر للحجاج عدنا بحدود 50% للحجاج الآن من خلال البر أيضا لأول مرة تم ادخال انظمة الاتمتة والانظمة الحديثة في الحج ونظام ال جي بي اس والجوازات الالكترونية وهذه بالتأكيد خدمة واضحة للحجاج وانسيابية وسهولة في مرورهم وعدم تأكيرهم في المنافذ هيئة الحج تمكنت لله الحمد من اختيار أفضل الفنادق وأقربها في كل المشاعر بالنسبة للحجاج بشكل مميز من بين الدول الإسلامية الإسلامية أكيد نحتاج كل جهود الوزارات قدر تعلق الأمر لتهيئة كل المتطلبات والتواصل معهم أثناء هذه الفترة لحين عودتهم بسلام فنثمن جهود الهيئة الحج وأيضا كل المؤسسات الداعمة وخصوصا مزارة الداخلية والنقل